هنتعرف الفيديو ده مع بعض على مواعيد الامتحانات سواء البداية أو النهاية عشان الطالب يقدر يسترايح نفسيا ويكون عارب بدايته إمتى وإن نهاية الامتحانات هتكون إمتى الكلام ده من اليوم السابع وده مقترح رسمي وإن شاء الله هيتم تعميمه على جميع المحافظات ممكن مؤتمر وزير التربية والتعليم يغير الكلام ده ممكن يغير الكلام ده في آخر الفيديو بكلم على مؤتمر وزير التربية والتعليم والمعاد المحتمل له وكمان على نوعية الأسئلة اللي احتمال تضاف الجديدة لطلاب أولى وتانية وتالتة سنوية بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله في الفيديو ده هنتعرف على المواعيد الرسمي عشان كل الطلاب ما تكونش قلقانة لبداية الامتحانات وانتهاء امتحانات الترمي التاني المرحلة الابتدائية والإعدادية وكمان السنوي العام تعال نشوف كده مع بعض تفاصيل بداية وانتهاء الامتحانات الخبر ده هتلاقو على اليوم السابع بتاريخ النهاردة اللي هو 2-4 2 إبريل هنشوف مع بعض أول حاجة المرحلة الابتدائية ربعة ابتدائية كله بقى سواء بقى عام فصل واحد أو مكوفين هيكون خلال الفترة من 8 ل 12 مايو 5 ابتدائي من 11 من 7 ل 11 مايو 6 ابتدائي من 8 ل 12 مايو أما المرحلة الإعدادية ولا إعداد من 7 ل 12 تانية إعداد من 7 ل 12 مايو تالت إعداد من 14 ل 19 مايو كلام ده رسميا على اليوم السابع المرحلة السنوية أول سنوي من الفترة من 7 ل 14 تانية سنوي هيبتدوا يوم 12 ويخلصوا 19 أما أولى سنوي مكفوفين من 7 إلى 15 تانية سنوي مكفوفين خلال فترة من 11 إلى 19 والمرحلة السنوية التعليم الفني 26 إبريل لحد 19 مايو أما بالنسبة لامتحان المستوى الرفيع من ربع ابتدائي لحد تانية سنوي هيكون من الفترة من 18 أربعة لحد 20 أربعة طلاب أولى وتانية إعداد عربي ولغات امتحانات خارج المجموع من 18 أربعة لحد 20 أربعة الخبر أطلعه هتلاقوا أنه هو على اليوم السابع وده محافظ الجيزة بيعتمد المقترح الرسمي لمواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي التاني بالتوفيق لكل الطلاب وإن شاء الله رب العالمين تحققوا كل أمنياتكم وتقفلوا كل المواعد وبالنسبة لمؤتمر وزير التربية والتعليم المفروض هانت خلاص بكرة أو بعد إن شاء الله هنشهد المؤتمر ونعرف كل التفاصيل المستخبية لكلنا منتظرنا سواء تشعيب سواء امتحانات إلكترونية أو ورقية الأولى وتانية وتالتة سنوي نظام الأسئلة هتكون أسئلة مقالية فقط واختيار متعدد ولا هينضم لها أسئلة جديدة مختلفة زي ما كلمح وزير التربية والتعليم قبل كده وقال لازم تتعوده على مختلف أنواع الأسئلة مش مقالي فقط واختيار متعدد لا مختلف أنواع الأسئلة طبعا عارفين في مواد كتير زي ما ترياضيات بيكون فيها أسئلة متنوعة كتير محتاجة تدريب من الطلاب عشان كده بنقبل إن شاء الله أن المؤتمر يكون في أعرب وقت عشان الطلاب تبتدي تركز على نوعية الأسئلة اللي هتيجي في الامتحانات ويقدروا أن هما يكتازوا المرحلة دي بسهولة